في تطور جديد للحرب تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات الجوية بالطائرات المسيارة المتفجرة على عاصمتي الدولتين المتصارعتين منذ أكثر من 15 شهرا طائرات مسيارة أوكرانية قصفت أحياء راقية في موسكو فيما وصف بأنه أخطر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية في وقت نفت كييف التي تتبع عادة سياسة الغموض الاستراتيجي بشأن ضرب الداخل الروسي تورطها في الحادث بالمقابل شنت روسيا التي تقصف مرارا المدن الأوكرانية بطائرات مسيارة هجوما عنيفا على كييف بعشرات درونز الطائرات المسيارة التي تطيل أمد القتال حتى اللحظة ومن فكت تقلب موازين الحرب المرة تلو الأخرى كيف ستؤثر على سير المعارك يرى محللون أن حرب المسيارات يمكن أن تشكل حربا موازية للحرب على الأرض ويتوقع أن تكون هجمتها موسعة في الفترة المقبلة لسيما أن لها صدا واسع ويمكن توجيهها عن بعد دون تكلفة مادية كبيرة أو تقنيات كبيرة أو خبرة عسكرية ووفقا لمراقبين فإن استهداف موسكو بالمسيارات من جانب كييف أو عناصر داعمة لها يمثل نوعا من الضغط على السلطة الروسية كون العاصمة الحديدية باتت في مرمى نيراني وانتقام كييف كما أنها أرادت بحسب بعض الخبراء والمراقبين إحداث تأثير نفسي وخلق حالة من الاحتقان في الداخل الروسي لسيما أن العديد من الروس كانوا يعتقدون أن الحرب بعيدة إلى حد ما عن حياتهم اليومية ولا تهددهم فيما اعتبر عدد آخر من المراقبين أن هجمات كييف هدفها إثارة الذعر وإضعاف الدفاعات الجوية الروسية قبل هجوم مضاد أوكراني متوقع تستعد فيه كييف لطرد القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير من العام الفائت اشتركوا في القناة